في مشهد يعكس مدى انتهاك مرتزقة السراج لحقوق الإنسان وترويع المواطنين الأمينين ويدل على أن عمليات الاختطاف ما زالت مستمرة من قبل الميليشيات الإجرامية والإرهابية التابعة لحكومة صخيرات اختطفت ميليشيات من مصرة عائلة كاملة في منطقة اليادحية بالقرب من بوغرين لمجرد أن كتب أحد أفراد العائلة تعليقا الطيران التركي الغاشم على صفحته الشخصية بموقع فيسبوك وكتب المواطن ناجي جبارة أحد أفراد العائلة التي تم خطفها والذي أبلغ عن حالة الاختطاف في تعليق على صفحته الشخصية بموقع فيسبوك قائلا بعد اختطاف أخير أسبوع الماضي وابتزاز العائلة لدفع مبالغ مالية لإطلاق صراحه وبعد تقدم العائلة بشكوى لآمر الغرفة في بوغرين ومصراتة بل ووزير الداخرية السخيرات فتح بشاغة وبعد إعطائهم كل العهود والضمانات بعدم تعرض العائلة لأي مضايقات مرة أخرى ميليشيات من مصراتة تداهم قبل قليل منزل العائلة وتختطف أخوتي ووالدي البالغ من العمر 90 عاما وتقتادهم لمكان مجهول نسأل الله له السلامة علق أيضا جبار على صفحته بقوله اختطاف العائلة كاملة والتهمة إن ولدهم كتب في تعليق فيسبوك الطيران التركي الغاشم الوالد الله لا يوريني فيك ولا في إخوتي مكروه يا الله يذكر أن مسلسل الخطف والترهيب من قبل ميليشيات السخيرات مستمرة حيث تعرضت عائلة عبد الحفيظ أم مينة في منطقة الكريمية الخاضعة لحكومة سراج لهجوم سهدف منزلهم الواقع بمنطقة الكريمية تحديدا بشرع سامبة من قبل أربعة أشخاص عند الساعة التاسعة والخمسة والأربعين دقيقة ليلا وكان من بينهم عناصر من المرتزقة السورية الموالية لتركيا وفقا للتقارير وبحسب التقارير الغرض من الهجوم كان السرقة والاستراء على مبالغة مالية مبينة أن المهاجمين لم يكتفوا بسرقة الأموال بل قاموا باختطاف ابنة العائلة وصال البالغة من العمر 27 عاما واقتدتها لوجهة غير معلومة وتتواصل جرائم الميليشيات والمرتزقة السورية والغزاة الأتراك في حق أبناء المنطقة الغربية وسط معاناة المواطنين من هذه الجرائم التي تبقى دون أي محاسبة في ظل صمت وتستر حكومة الصخيرات على هذه الجرائم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر